اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بمعنى انه يمثل السلطة التشريعية تمام؟ السلطة التشريعية دي تلت سلطة في المؤسسة الدولية او مؤسسة المصرية اللي هي السلطة القضائية السلطة التنفيذية السلطة التشريعية سلطة مجلس النواب عموما بله تلت وظائف اساسية يقوم بها الدور التشريعي الدور الرقامي ثم الدور التمثيلي تمام طيب المواطن بقى طبعا احنا عرفنا ده مجلس النواة انا هو مواطن تمام ايه اللي يخليني انزل مجلس النواة هيفيدني في ايه فنم ده حق ممتسب حق الدستورة ده للناخب تمام فطبيعي ان المواطن المصري لازم ينزل ودر بصوته واختار اللي يمثله تمام يعني انت عايز توضح وتقوله المواطن وتحديدا تقول الناس اللي هي بتقولك ايه انا هنزل استفاد ايه والناس اللي بتقطع تقوله ان المجلس النواة ده هو حق ليك وهو اللي هيخليك تختار اللي يمثيلك صح وهو اللي هيحفظ لك حقوقك تمام يعني ان انت لو ما نزلت المجلس النواة ما تجيش تشتكي بعدين وتقول يعني مش لاقي اللي يمثني مش لاقي مش لاقي لانك انت منزلتش اكيد افن صح وده اللي حضرتك حابي توصى اكيد افن طيب وستاذ مجدى عايزك تقولي الفكرة بتاعة الترشح يعني حضرتك الفكرة كانت لك ازاي ويعني رشحت نفسك ليه والله يا فندم انا اقول لحضرك هالحاجة انا راجل تنفيذي في المقام الاول تاني حاجة انا راجل عدو مجلس ادارة شركة كبيرة ولها وضع الزمنة انا طبعا في العام اللي خدمت بالي حوالي 12 سنة اساسا وبشتغل في كل الاتجاهات المجتمعية معنا صح الزمنة في العمل واصدر الاصدقاء والناس اللي انا بحتاج بيها يوميا ووليا معاهم علاقات سواء اجتماعية سواء وظيفية او خلافه هم اللي قالوا لي طب ليه انت ما ترشحش نفسك لو دوية مجلس النواب وانت راجل فيك القدرات كتير ممكن تخدم بها الناس تمام يعني الفكرة جات لحضرتك عن طريق الاخرين عن طريق الناس الناس الاقربة هي اللي اقترحت لك وحنا فعلا معنا صور تمام لحضرتك مع الناس فعلا الناس يعني دليل على حب الناس لك تمام من خلال الصور دي تمام تمام فالناس اللي اقترحت عليك لانه شافت في حضرتك يعني شافت الخير في حضرتك شافت الامل في حضرتك تمام وطبعا احنا كان معنا تقرير في حاجات كتير يعني نبزة كبيرة عن حضرتك يعني حضرتك يعني بسم الله ما شاء الله عليك علامة ولكن للأسف هو واضح جدا أنه مجهزتي فعذرنا فطبعا الصور طبعا زي ما اوضحت لحضرتك معانا دلوقتي طيب أستاذ مجدي أعيزك تقول لي شايف أن فيه شروط معينة لازم تتوفر في المرشح ولا لأ حضرتك أصدق على الشروط اللي الدستور والقانون وضعها للمترشح ولا بتكلم معا اتجاه الناس إيه في العطور هو اح services احنا ممكن ناخدها واحدة واحدة آه تمام أولا شروط الدستور والشروط لوضاحة القانون تمام ولكن هو أنا كنت أقصد تمام الشروط اللي لازم تكون متوفرة في المرشح بشكل عام تمام بس ناخدها من ناحية القانون ومن ناحية الشروط اللي لازم تكون متوفرة في المرشح طيب لو انا كلم عن الشروط اللي هي يجب أو القانون حددها للترشح دي طبعا معروفة للجميع زي مثلا حسن سلو السلوك السمعة لازم يكون له أعمال خيرية قبل كده لا 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 ملاجع بالقصد رجل سياسي الكلام اللي احنا بنتكلمه بالنسبة للعامة الناس عايزة مين اللي احنا الانتجاه بتاع الناس هي لكن احنا بنتكلم عن الشروط ان القانون محدد او الدستور محدد زي مثلا السن ما قلش عن 25 سنة مثلا زي اللياقة الطبية والنفسية والزهنية زي مثلا رصيد جد رصيد بنكي مثلا الكلام اللي هو احنا قدمنا من خلاله تمام ما فيش عقوبات جنائية دي شروط القانونية دي شروط القانون حددها لكن احنا لم نجل نتكلم لازم تكون متوفرة فيه كشخص طبعا بصد لا احترك على حاجة الناس اعتقد تعبت اوي او اوي تعبت يعني حضوريتك شايف ان الناس تعبت في الفترة الاخيرة من بعض المرشحين مثلا لفهم ان بيش تعبت لا هي القصة مش كده القصة ان المواطن كان بنتظر من عدو مجلس الشعب انه يدي له خدمات معينة طبعا وده لسبب بصير جدا اصبح عدو مجلس الشعب في عدو خدمات بدل ما يكون ليه دور انيابي في الخاص بموضوع التشريع والرقامة والتمثيل فاصبح ياخد شغل المحليات يعني موضوع ان هو نائب خدمات لا ده شغل المحليات يعني اصدع حضوريتك ان النائب لا ليه دور تاني خالص يعني ما نقولش ان هو يجري مثلا عشان يجيب مش عارف يعني انت اصدع حضوريتك فهم الناس هنا غلط بمعنى يعني اصدع حضوريتك هو خاطئ مش غلط للدرجة دي هو خاطئ احنا بنقول مش غلط احنا بنقول ايه ان عدم وجود المحليات ابتدى الناس تبص العدو مجلس نواب على انه عدو مجلس محلي او شعب وده منفعش لان ليه ده دور وده اللي دور بيقدمه دور مجلس النواب طبعا معروف ان هو القوانين والتشريعات والحاجات والتمثيل تمام انت حضوريتك بقى واخي يعني كلام حضوريتك بيقول دلوقتي ان اختلط على المواطن الامر بقى وجهة نظر المواطن ان مجلس النواب ياخد شغل المحليات اللي هو رصف الطريق اللي هو الخدمات اللي هي بتبقى مثلا في دايرة في قرية في حاجة زي كده خدمات في التموين في الصحة في كذا في كذا لكن دور النائب يختلف تماما عن قصتي خالص تمام طب بخصوص بقى عشان كده حالي مطالب ان المحليات لازم يبقى فيه أصل عنه بخصوص الفهم الخاطئ لدور النائب تمام طبعا برضو في حاجة تانية شائعة اللي هو النائب بيخش مجلس النواب عشان الشقة والعربية ويعني ثمان الجلسات والحاجات دين تمام حضرتك شايف ده إزاي وهل ده صحيح ولا مجرد إشعاعات ويعني شايف ده إزاي حضرتك والله هقول لحضرتك أنا حاجة موضوع الشقة والعربية ده مش دكتور ولا مهندس ولا مش عارف إيه عشان هنقعد بقول لا ده وصل إيه عين 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 لا ما فيش كلام ده خالص أعتقد أنه عدو ناس المخترمين اللي هم أقدموا في الدورات السابقة أو كده كلهم كانوا ناس ده مراكس وأعتقد أنه كان عنده من الكفاية المالية أنه هو يترشح ويتقدم ويخش مجلس النواب وين كان فده ما كانش لا بيبص العربية ولا تاكسي ولا مش عارف إيه لا 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 ده هو الرجل كان عنده فإن استعداد مادي واستعداد نفسي فعشان كده خاض التجربة وربنا كرمه ونجح تمام طب أستاذ مجدي هو أنا قلت في البداية أنه إحنا كان معنا تقرير ولكن ما كانش جهز تمام التقرير حاليا جهز إيه رأي حضرتك؟ نقرب نشوفه وبعدين نرجع تلك نقرب نشوف التقرير وبعدين نرجع تفضل فهم أستاذ مجدي طبعا شوفنا التقرير مع بعض وزي ما أنا قلت لحضرتك يعني حضرتك يعني كادر مشرف وحاجة مشرفة جدا ويعني علامة شوفنا في تقرير حاجات كتير جدا شكرا يا فاند فعايزك بقى تقولي يعني بعد ما شوفنا التقرير وشوفنا ده كله عايزك تقولي أنا كمواطن حانت لانتخب في دائرة قسيم ومركز الوراء تبني إيه الرؤية بتاع حضرتك الانتخابية اللي هتخليني أنزل انتخب الأستاذ مجدي طب يا فاند أنا هقول لحضرتك على حقيقة إحنا عندنا عموما يعني أنا بتكلم الصفة قاصة مركز أوسيم والوراء مركز أوسيم والوراء ممكن فيه دورات سابقة كتير قوي ما شفناش خدمات ملموسة أو دور برلماني مميز للأعضاء بمعنى إن كل اللي موجود عندنا في مركز أوسيم والوراء كلها خطط استراتيجية للدولة بمعنى المرافق كلها مثلا اللي تعملت في أوسيم يخطي خطط سواء في الصرف سواء في الماء سواء في الكهرباء سواء في الغاز يعني أصدر حضرتك إنه وقت في فترة الماضية ما حطوش خطة معينة للمركز نفسه آه 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 بدون ذكر يسمع لأي أحد اللي إحنا يعني نحمل أحد يعني حد معينة فيه آه مسؤولية كبيرة لا لا تمام عايز بقى أعرف خطة ورؤية أستاذ مجدي يعني أستاذ مجدي الخطة بتاعته إيه اللي هو شايف يعني اللي هو شايف إنه يحسن بها آه الدولة الأول والمجتمع تمام ثم بعد كده المركز تمام أفهمني وبصدر رجل أنا دلوقتي بالنسبالي أنا النهاردة رجل نازل أترشح عملت برنامج انتخابي رؤيتي طبعا اللي على المدى البيت إن أنا أشوف مركز ومدينة أوسين بحالة أحسن من ناحية الخدمات والمرافل المقدمة لهم تمام آه نفسي البلد أو مركز أوسين والوراقي بأحسن من كده بكتير زي بقولت حضراك إن كل الموجود خطط منفزة للدولة والدولة مش هتشكل كل حاجة لوحدها تمام لازم ما فيه دور المجتمع موجود تمام دور المجتمعي لازم موجود لكن احنا شايفينه احنا عمليم من نرمي على الدولة 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 مش هتشكل كل حاجة لوحدها في نفس الوقت يعني لازم يقوم فيه مساعدة من المواطن ده ده لازم ومن نواب ولازم إن فيه مساعدة ككل كمجتمع ككل ده لازم تشارك التشارك والمشاركة في كل حال احنا النهاردة نيجي نقول احنا عايزين نعمل مثلا مركز شباب أقول لها دولة لا لا أعمل لي مركز أهلا طبما الدولة ما عليها عباء وعليها 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 وفعل احنا في الدولة مش هتش يتحمل كل حاجة لوحدها استنزف الدولة قد إي ويعني القيادة السياسية كانت حكيمة جدا وعالجة الموقف وطبعا رئيس السيسي يعني ربنا خليلينا بأمانة طبعا سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي قاد الموضوع والحكومة قادت موضوع كورونا باحترافية كاملة كاملة جدا غير أننا محسناش بأزمات احنا فعلا محسناش بأزمات سيبك مثلا البعض يقول أن فيه ارتفاع أسعار ماشي بس احنا فعلا محسناش بأزمات طبعا أنا بقول لحضورتك وبيحاول يعمل ولازم يتحمل شوية بس هو ده برضو ما كانش أساس سؤالي تمام هو أنا شفت فيديو لحضورتك بس الفيديو ده كان طويل شوية عشان كده موجود في النامب بتاعي تمام اتكلمت عن البطالة واتكلمت عن الشباب واتكلمت عن التعليم وعن التعليم وعن التعليم عايزة تتكلمنا عن ده يعني اتكلم للسادة المشاهدين وأهل دائريتك كده احنا نلوص حضرك أنا لما نتكلم عن أنا بتكلم دلوقتي عن دائريتانا كمركز أوسيم واسمي وراء احنا عندنا مثلا في مجال التعليم عندنا نقص جديد ما عندناش احنا مدرسة لا صناعية لتعليم الصناعي ولا مدرسة للتعليم الزراعي تمام تماما او تم قبل كده تخصيص قطعة أرض في منطقة عندنا كبيرة جدا برضك اسمها الصفيرة والأسف أنا يعني الموضوع وقف وما تمش فيه أي حاجة وإنتيج حدش حراكم ما فيش عندك لا مدرسة صناعية صناعية ولا مدرسة صناعية زراعية فاحنا انا ابتهد اللي احنا ربنا يا صرمو وكده بلاش كده احنا عندك في مجال التعليم انا عندي الفصول حاليا دلوقتي وصلت في مدينة أوسيم والوراء او القرى المجورة او القرى التابعة تمام وصلت ان العدد بقى يوصل ل120 طالب في الفصل ده اختصاص رهيب النهاردة الطالب هيقدر ازاي يعني او التلميذ هيقدر يستوعب المادة التراسية اه يعني شايف العدد التلميذ جدا فلازم يبقى برضك ان احنا نحاول مش كل حاجة نقول ان انا الدولة هندغط على الدولة وهنعمل كذا وهنعمل كذا لا احنا برضك في المجتمع وجهود ذاتية برضك الناس اللي ربنا مديها والناس اللي كذا ما تساعد نعمل مدرسة ونعمل اتنين ونعمل تلاتة بالنسبة مثلا الموضوع البطالة احنا مش كل حاجة نقول يا دولة شغالة لا طب احنا ممكن نعمل برامج تدريبية في الموارد البشرية نعمل مشاريع تستوع بالناس وعندنا مشاريع كتير جدا ممكن نعملها برضك بالجهود ازاي ومساعدة الناس الاصحاب الاموال رؤس الاموال ونشجعهم على الاستثمار ونقولهم يشغالوا الناس يعني وجد يعني الرؤية بتا حضرتك بشكل عام ان انت حضرتك عايز تفتح مجال التعليم ملف التعليم ومدال الصحة وملف البطالة وملفات الكتيرة اللي هيبدأت انا عندي مش قيلة مسلا في اوسيم ابنستشفى اوسيم المركزي مستشفى كبير وموجودة في مكان كويس لكن هنقصة خدمات كتير جدا مم ما بتقدمش الخدمة للمواطنة كمان هنبغي يعني ليه بقى مش العجزة في الناس ولا لا لظافة الامكانيات ولما انا ايجي مثلا نقول هنعم هنفتح ولا هنعم مش كل حاجة الدولة هجيبها لك فلازم برضك يبقى فيه دور من المشاركة المجتمعية يعني باختصار شديد حضرتك هتكون نائب على أرض الواقع مش نائب ما لازم اصلا رجل تنفيذي رجل التنفيذي ده يبقى محتاج بجميع الكوادر اللي حواليه والجهات التنفيذية كلها احنا شغلنا كله في الشارع الشباب فين بقى من البرنابي بي رحضر الشباب بص الشباب ده هما الامن هما اللي بكرة هما اللي احنا بنشتغل عشانهم وطبعا سياسة الرئيس كمان يعني يعني يا ربنا دول الصحة والعافية والتوجيات اللي هو من اللي التنسية ما شاء الله لا والتنسية ما شاء الله يعني جايبين الناس في القايمة الوطنية ويعني شباب زي الفل وحاجة تفرح يعني بأمانة اهتمام الرئيس انه بحضوره كل سنة الحفل الكبير اللي بتعامل شباب الجامعات وحرص الرئيس ده تشريف كبير جدا للشباب وده دليل على اهتمام الدولة بالشباب اساسا يعني طب وخصوصا ان انت اتكلمت عن الشباب وان الشباب في القايم دلوقتي فشايف دول الشباب بيمثل قد دلوقتي في مجلس النواب لا هو انا يعني اقول لحضرك يا كان سياسة الرئيس ان هي تشجيع الشباب تمام ونظرة لهم على ان هما الامل لبكرة وانا شاف ان اتجاه الدولة دلوقتي لزيادة اعداد الشباب سواء في المركز القيادية بدليل اللي احنا شايفين دلوقتي مثلا نواب المحافظين ما كانش موجودة قبل كده فاحنا دلوقتي النهاردة بنلاقي اثنين وتلاتة نواب محافظين شباب وماشاء الله على درجة عالية جدا من التعليم وعندهم من ثقافة كبيرة جدا من الكاترة واساس الجامعات ومدرسين مساعدين ماشاء الله يعني شايف للشباب فانا شايفين شاب جايين بكرة طبعا وده تمام الدولة يعني ده الطبيعي تمام بخصوص الأحزاب وبخصوص المقعد الفردية تمام شايف ان المرشح بتاع الأحزاب فرصته اكبر من مرشح المقعد الفردي لوحده او مع حزب ولا لا هي انا ببعصولها من ناحية التنظيمية فقط يعني الرجل بتاع الحزب بيبقى عنده تنظيم عملي شوية اكتر من الفردي بمعنى انه داخل من خلال حزب وامكن احتك شوية بين نظامه كثير والمشاكل اللي كانت موجودة لان احنا انا كحزب حرية مصري انا امين حزب الحرية مصري مركز اوصي تمام احنا كنا بنحتك بالشارع في ازم الكورونا وكنا بنخرج ونشتغل وبنعمل ونساوي ونجب اجهزة ونروحنا من مطهرات ونطهر في المنازل ونطهر كذا ونعمل كذا فاحنا كنا نشاغل غير كنا لنا في التربية والتعليم اشتغلنا في محو الأمية اشتغلنا في حاجات كتير يعني في المشاركة شايف ان الحزب بيسنت شوية وفي مثل البلد بيقولك يعني شايف الحزب بيساعد شوية بيسنت شوية وعلى رأيي المسأل البلد بيقولك ايد لوحدها ما بتسقفش فشايف ان مثلا دور الحزب دور الحزب انه بيساعد احنا لو قلنا احجام لهاش دور خالص يبال احنا ما ينفعش خالص طيب اولا بحاول طبعا ااخد من حضرتك اجابات مختصرة بحيث انها لما اكبر قدر يعني يعني الحديث مع حضرتك شايف المرشح بتاع المجتمع الريفي تمام فرصته اكبر من ناحية الاصوات عن مرشح المدينة لا طبعا اه طبعا فرصته كبيرة عن مرشح المدينة لان بتبقى عائلات اقول لحضرك ليه احنا عائلات فعارفين بعض معروف ده من عيدة فنان وعيدة فنان وعيدة فنان وعيدة كذا وعيدة كذا وده يديله وده كذا وعيدة كذا وكلام نقول اما في المجتمع الحضري معلش بيبقى يعني جو العائلات مش قوي او مش موجود او مفتقد شوية فبالتالي بيبقى على الراجل لعدودة مجلس النواب او الشيوخ تمام انه يبذل كثير من الجهد في تعريف نفسه بالناخب تمام اه هبط عضرتك بسؤال تاني خالص افن اه طبعا كلنا شفنا فيلم بخيط وعادلة الجهد ده ولكامر تمام عايزك تقولي الفيلم ده بيدي امل للمرشح يعني انه ممكن ينجح حتى الاخر لحظة يعني بيديله امل لاخر لحظة ولا لأ وشايف ان الفن والاعلام لهم تأثير في الدعاية ولهم تأثير على مجلس النواب المرشح ولا لأ هو احنا لما نرجع لفيلم انا طبعا يعني بقى لي فترك بنا بشوفتوش بس باردك افتكر انه هو قام على اشاعة في اخر الفيلم انه تقال اشاعة تقريبا انه حصل موقف المال لبخيطه عديلة نعادل امام توفى فبناء عليه اثر على الشارع واصر على الناخب فابتلت الناس تخرج بكسافة حتى الناس اللي ما كانتش اه اه انه يتنتخب وقاعدة في البيوت خرجت وابتدت تنتخب وكانت النتيجة مفاجأة للجميع ان لحتى اللي بخيطه عديلة ان هما نجحوا في الانتخابات فاذا ان انا عاز اوصله ان اه الناس ما تلجأش للاشعاعات والكلامنا كله لكن اه حتة الطموح ان واحد يكون اه اه بسيط جدا وداخل عملية اه الطرقة الترشحية او رشح نفسه للبرلمان عموما وهو قدراته المالية ويعني على قده لا ده ممكن ينجح وينجح جدا مدام عنده الثقافة وعنده العلم وعنده الرؤية وعنده القدرة على خود التجربة تمام عضورتك طبعا شايفين ان المرشحين زادوا بفترة الاخير دي شايف ده ازاي بترجيط ده بترجيط ده ما بصعي احنا قلنا ايه الدستور ادى حق لكل من يتوافر فيه شروط العضوية انه ترشح حقه ومن حق الناخب انه يختار الاصلحة فتعدد الناس او كسرت الناس مش هتبقى مشكلة جدا او يقدام الناخب لانه برضا وعاق معروف ان المرشح القوي التي تتوافر فيه شروط التي يحتاجها الشارع والتي يتطلبها القانون اذا مش هيبقى فيه مشكلة قادة حتى لو عنده تعدد وبعدين الناس يعني سوري في اللافز يعني فهمك وعيز جدا واندرستاند الكل اللي بيحصل ساز مجدي انت طبعا شرفتين ونورتيني هو الوقت يعني خلاص انتهى ولكن لو هتوجه كلمة اخيرة لأهل دايرتك ومعاك الكاميرا هتقول فيها ايه والله طبعا انا عايز اقول اشكرهم جدا في الفترة الفاتت في موضوع كورونا وكانت كارسة كبيرة في المجتمع عموما الناس وقفت وشوفنا ناس أهل خير كتير زي ما الناس لان عايز وزي ما الناس وجهت موضوع كورونا بكل قوة والحمد لله يعني كادت تنتهي بردك في انتخابات النواب انا عايز الناس تختار الاصلح 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 ثم الاصلح شكرا طبعا طبعا حضرتك شرفتيني ونورتيني وكنت اتمنى انك تكون معي اكتر من كده لكن الوقت وانا بشكرك جدا وان شاء الله يبقى حلقات تانية مع بعض يعني نكلم بشكل مفصح وبشكر برضو الاستاذ صابر اشرف صابر شرف على تنصيك الحلقة دي وطبعا بتقدم بخالص الشكر للمدير التسويق اخوي وحبيبي محمد الملكي وبشكر الاستاذ وليد عمارة وبشكر الاستاذ تامر عبد المجيد والاستاذ علي والاستاذ محمد الشاهد وبشكر كل القائمين على القناة لانه والاستاذ حمدي لانهم تعبوا معانا كتير جدا وطبعا القناة زي ما انا دايما بقول فيها روح حب وروح مودة وده اجمل شيء في القناة وبشكر جدا الاستاذ محمد عزب مدير التصوير اللي احنا تعابينه معانا تمام وبشكركم جدا جدا لحسن متابعتكم واتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم وانتظروها ان شاء الله في حلقة قادمة من برنامج حلم حياة وبشكرك مرة